كل ما أدركت إن اللحظات الأولى في الغضب هي أهم لحظات في الموقف كله يعني إذا خليت اللحظات الأولى من الغضب تمر بجودة فغالباً الموقف كله هيمر بجودة الست ثواني صمت اللي قلتهم لك يا سيد أحمد مهمين جداً طب ليه ست ثواني؟ ست ثواني يعني عدة من واحد لعشرة مثلا بس في سرك قول أستغفر الله استغفر قول أي حاجة في سرك وهدى خالص خالص لأن لازم يكون هذا الصمت صمت قوة مش صمت كبت لأن صمت المكبوتين أخطر صمت المكبوتين ده معناه أن الموقف في دورة من دورات الضرر والأذى هتبدأ ومش عارفين هتخلص إزاي فخلي عندك صمت القوة مش صمت المكبوتين وصمت القوة يعني أنا بستوعب الموقف وبحط نفسي مكان اللي قدامي وبشوف إيه أحسن حل هقدر أستخدمه لإدارة الموقف ده لصالح المستقبل لأن كل ما مرت عليك لحظة الغضب دي الوقتي نط نط كده قفزة مستقبلية هل اللي أنت هتقوله هيفيدك في المستقبل؟ هل التصرف اللي أنت هتعمله هيفيدك في المستقبل؟ هيحقق هدفك المستقبلي ولا لا؟ قفزة المستقبل دي بتخليك فارق كتير جداً في كلامك ورد فعلك وإدارة موقف الغضب من الحاجات المهمة جداً في موقف الغضب وطي صوتك الصوت كل ما هدي كل ما قدير موقف الغضب بشكل أفضل وده كمان بقوله لنا كلنا كتير مننا غصبة عنه يلاقي اللي قدامه علا يعلي عليه علا يعلي عليه في حالة أنت أول ما توطي هتلاقي اللي قدامك سكيته كتر لأنه مش عارف أنت بتقول إيه بس وطي بحسم الزعيق مش حسم الزعيق استمرار الموقف الصعب الغاضب لكن خفض نبرة صوتك وتكلم بحسم الصوت الهادي الحاسم لقوة تأثير كبيرة جداً على الموقف كله وتكلم باستيعاب وتعاطف هو مش عدوك اللي قدامك لما أغضبك مش عدوك أنتو اختلفتو في موقف معين لازم يوصلوا من قلبه ومن قلبك أن انتو مش قعداء تخفيض نبرة الصوت والحفاظ على لغة الجسد يعني خلي بالك أن إيدك ما تشاورش بصبعك كده على اللي قدامك أنت أنت وتعمل لغة جسد غاضبة وحدة وعنيفة لغة الجسد مهمة جداً جداً تعبيرات الوش خطيرة جداً كتير مننا ما بيعرفش تعبيرات وشه تخيلوا؟ كتير مننا ما بياخدش بالو من تعبيرات وشه الغاضبة عشان كده ساعات إحنا بنكون سبب في اشتعال المواقف أنا بقول لنفسي وبقول لك والله ساعات إحنا نكون سبب إشعال الموقف ومزيد من الغضب إدارة الثواني الأولى من الغضب بجودة وتحكم في الكلام والأفعال وحركة الجسد والتعبيرات الوجه كل ما كان الموقف هينتهي بشكل أفضل لصالح الهدف المستقبلي تعالوا بقى ناخد تليفون